أستاذ يوسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أيضا أن المناطق التي تعتبر بؤرة الهجمات والمضايقات ضد بلدنا ومناطقنا الآمنة هي على رأس أولوياتنا هل تعتقد بأن هناك علاقة بين هذا التصريح وما يدور من خلاف بين تركيا والنيتو حول انضمام فنلندا والسويد؟ يعني ربما هناك نعم علاقات متشابكة حيث أن الغرب أوروبا عموما والسويد وفنلندا وألمانيا تحديدا هم الذين يدعمون هذه المجموعات الإرهابية وبالتالي تركيا تقول نحن ما نزل نعاني من هذه المجموعات الإرهابية وهناك خطر على المجموعات ونحن يجب أن نطهر هذه المجموعات الإرهابية وعليكم أن تساعدوننا تركيا عضوا في النيتو وبالتالي إذا ما كان هناك عملية عسكرية سيتم الإعلان عنها فعلى النيتو دعم تركيا لأن الأمن القومي التركي هو جزء من الأمن النيتو فإذا كان الأمن النيتو هو لا يتجزأ وأمن تركيا لا يتجزأ من الأمن النيتو فأين أنتم يا نيتو؟ هذا واحد ثانيا العدو يجب الاعتراف بأن هذه المجموعات معادية لتركيا تهدد أمن تركيا هل ستعترف كل من فنلندا والسويد وألمانيا بأن هذه المجموعات هي مجموعات عدائية فنلندا تصريحات فنلندا بالأمس كانت تقول بأنها ستتماشى وتتفهم الأمن القومي التركي وسترضى بأن يكون هناك تصريحات أن هذه الجماعات جماعات إرهابية لأن أوروبا والأم تحتقول أنها جماعات إرهابية نقول لهم صواح الخير هذا الكلام نسي بالجديد تركيا منذ خمس سنوات وهي تطاظب من فنلندا والنرويج والسويد أنه يجب عليكم أيها الدولة أن لا تأوها للجماعات الإرهابية وأن لا تدعموها ماليا ودبلوماسيا وعسكريا وحتى سياسيا إذن الآن الأوان ربما هذه العملية العسكرية هي لتطهين المناطق والتهديدة الخارجية وأيضا تركيز الضوء على أن هناك مجموعات مسلحة إرهابية هي تسمى ما يسمى بالتحالف الكردي ولكن هي عبارة مجموعات إرهابية في النهاية لا فرق بينها وبين داعش مهما كانت المسميات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر